الامم جزء كبير جدا من قياس تقدمها هو انها تبقى مهتمة بتراثها وثقافتها وتاريخها وتعتز بيه يعني مش بس اهتمام وتعتز بيه بل بالعكس انها كمان تشتغل على انها تحافظ على هذا التراث او الاثر تحافظ على ثقافتها وتنمي هذه المفاهيم الثقافية في ادمغة وعقول وامخاخ النشأ جيل ورا جيل ورا جيل مش بتتوقف عند جيل معين وتشتغل على ده طول الوقت مرة كنت في الولايات المتحدة الامريكية وتحجيدا في واشنطن العاصمة وبعدين واقف بتفرج عليه ما بنى شكله لطيف يعني انا بحب المباني اللي هي الطرز المعمرية الكلاسيكية شويتين فواشنطن فيها بعض المباني الحلوة فعلا يا فعلا عمال بتفرج عليه طيب بالمناسبة احنا عندنا في مصر مباني تخوف يعني ده انا هضرب لك مثلا شارع القصر العيني ده عمره النهاردة المباني اللي فيه اقل مبنى اقل مبنى عمره تقريبا ستة وتسعين سبعة وتسعين سنة مهم وقت لقي المباني عمرها تقريبا مئة سنة دلوقتي وفيه مباني اقدم من كده شويتين عشان كده دايما نقولنا يا جماعة خدوا بالكم من المباني دي وانا بزعل قوي لما لاقي محلات ومطاعم وكافيتريات مشوهة هذه المباني لكن هنرجع لمرجوعنا فوقف انا قدام المبنى اياه اللي بحكي لك عليه ده في واشنطن القاصمة بلولات المتحدة الامريكية فلاقيت راجل كده خرج من المبنى وبعدين قال لي التراث المعماري حلو جدا عجبك وتقال لي ده مبنى قديم جدا والمبنى ده احنا يعني هو مجموعة من المباني عندنا في الشارع ده بنعتبرها من التراث الامريكي فقلت له اه كويس وكده سكت كده بصلي قال لي وانت منين قلت له انا مصري قاعد يتحك قال لي لقى يبقى خلاص مفيش داعي استكمل شرح هو راجل ساكن في هذا المبنى يعني فقلت له ليه قال لي لقى اصلي انتو عندكو مباني اقدم من امريكا نفسها واخبالك عندكو مباني اقدم من امريكا نفسها فانا طبعا برضو ايه لازم اروح متفرعا كده وعادل نفسي وبتاعه فروحت بصصلي وقلت له لقى هي في حاجة تانية قال لي ايه قلت له انا ممكن اقولك انه مثلا انا عيشت في مبنى انا عيشت في مبنى بالتأكيد عمره اكتر من عمر دول كتير على الكرة الارضية عمره يزيد عن المئة سنة انا اشتغلت في مبنى عمره يزيد عن المئة سنة فقال لي فدحك كده وقال لي هو عموما عشان كده انا قلتلك انت مصري لا داعي ان انا احاول ان انا افتخر قدامك بجزء من ترسنا الامريكي او المباني بتاعتنا وهكذا طيب لما انا كلمتك عن القصر شارع القصر العيني بس مش القاهرة الكبرى حتى مش مصر فلو كلمتك عن الحاجات دي هقولك انه للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد انه كل هذه الطرز المعمرية والمباني الجميلة والعظيمة عانت من اهمال شديد من ملكها احيانا من الدولة اللي اصبحت مالك لبعضها احيانا اخرى الى اخرى فدي مش فطورتي انا وانت انا وانت ولاد الجمهورية الجديدة انا وانت كلنا ولا احد فينا اقدر اقول انه هو صاحب الفطورة او يشيل مسئوليتها او مسئولية اهمالها لكن نشيل مسئوليتها تمام ميت فل ده انا وانت مش بس الحكومة مش بقولك بقى رئيس الجمهورية بنفسه لا انا وانت عندنا مسئولية تجاه كل قالب طوب وحتة حجر في اي مبنى من هذه المباني العظيمة بزع القوي لما الاقي المنقشة رايحة ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة او يعني قطاع الاثار في وزارة السياحة والاثار على انه هو المبنى ده اثري ولا مش اثري طب اصلا مش هينفع حطه عندي في القوائم بتاعتي فانا ممكن اخليه تبع وزارة الثقافة فيبقى طراز معماري فريد ونحط عليه اليفطى النحاس النزاع ده انا بالنسبالي لا طائلة منه خالص لانه في النهاية يضيع ويتوه دمه بين القبائل انا يهمني ان المبنى يتحفظ عليه ويتجدد ويترمم ويبقى حاجة عظم على عظم فيعد يتبحث صوته للوقت طيب دي كانت سنين ماضية وبعدين نوصل الى ما هو قائم وحالي